على ما يبدو فإن استمرار المفاوضات أو توقفها بشأن هدنة محتملة في قطاع غزة لن يغير شيئاً من الواقع الميداني على الأرض فأعداد الضحايا في تزايد مستمر وسط مأساة تتكرر كل يوم في القطاع المحاصر مسؤولون في قطاع الصحة في غزة قالوا أن عدداً من الفلسطينيين سقطوا بين قتيل وجريح في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في وسط القطاع وفي وقت سابق استهدف قصف جوي منزلاً في مخيم صيرات في الوسط أيضاً أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بالتزامن مع مقتل شخص وإصابة آخرين جراء قصف جوي مماثل استهدف مدينة خان يونس في الجنوب في غضون ذلك أكدت وزارة الصحة في غزة في بيان الأحد مقتل 141 فلسطينياً إضافة لإصابة 400 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بيان الوزارة أوضح أيضاً أن 38584 فلسطينياً على الأقل قتلوا وأصيب 88881 آخرون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي مشيراً إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون في الطرقات وتحت الركام هذا وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أفادت السبت بمقتل 90 شخصاً وإصابة نحو 300 آخرين بهجوم إسرائيلي في منطقة المواصف الجنوب فيما أعلن الدفاع المدني هناك مقتل ما لا يقل عن 20 فلسطينياً وإصابة نحو 50 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة ترجمة نانسي قنقر